وزاي طلبت الخامس العدادي أهلا ومحبا بكم في ترجمة لقصة دانا في صفحة 64 من كتاب الطالب دانا الناصر تخبر دانا الناصر مجلة مراهقين أشوى يوم في حياتها وعندبونها الكبير في السبوع الماضي صديقتي ليلى الفايد دعتني الاذهاب معها إلى المتنزه كنت أتطلع لهذه السفرة دائما أستمتع بوجودي مع ليلى ومن الجميل النوب تعد من عائلته لغرض التغيير أخي الصغير فيصل أخي الصغير فيصل شعر ليلى الطويل ودائما يحاول أن يخلينا نلعب الكرة معه ودائما يحاول أن يخلينا نلعب الكرة معه أنا وليلى بطبيع قلت لا ثم لم أفكر في ذلك بعد ذلك في يوم السفرة لقد أتطلع قبل نهضت مبكرة و أحضرت أشيائي أحضرت أشيائي قمت بعمل كيكتين كبير لأحضرت أشيائي لأجلبها معي وكذلك أحضرت الفاكهة وبعض قناني أصير الليمون ليلى وعادتها أتطلع أشيائي ليلى وعادتها على أن يأخذني بالسيارة في ميزيزي في الساعة العاشرة أتطلع أشيائي في الساعة العاشرة أتطلع إلى المتحدة جاء لغرفة الجلوس مع حقيبته الرياضية أستطلع قال أريد أنا جاهز للذهاب أين لتكون لأتطلع هنا يمتتج ليلى لقد كنت مجمع لقد لم أعجبها وقال أن يبحث عن أم سأبحث عن أم بعض الوقت بعد أمي أتطلع إلى المتحدة بعد دقائق جاءت أمي إلى غرفة الجلوس معه لماذا لا يستطيع أن يذهب لماذا لا يستطيع أن يذهب معك؟ لماذا لا يستطيع أن يذهب لجوية؟ سألت 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 قلت لنسيكم بخير هذه المرة سألت سألت أمي أسف أمي ما أقدر أخذوي أنا ليلا ومها لا يوجد مجال في السيارة لا أعجب المجال في السيارة أمي أمي وفيصل لم يشاهدوا أنه عائلة ليلا أحضر السيارتين وطبع هناك الكثير من المجال كان من الممتع هو الوجود في البارك المتنزم أمي أحب الكيك لجميع أحب الكيك ليلا ومي أتحدثت تكلمنا الفترة طويلة أنا وليلا عن خطوطنا للمستقبل لعبنا في المراجيح وركضنا وعبنا في البطاقات الجو كان ممتازا لم يكن حارا الزنبل كان جميلا فجأة في الساعة الثانية كل شيء يتبدل أحصل على ممتازا تلقيت اتصال هاتفي من ممتازا في ممتازا كان ممتازا كانت أمي أخبرت أنه فيصل في المستشفى بعد أن أردت المنزل بعد أن أتركت المنزل تهب فيصل بدراجته بدون أن أخبرها لتعلمه وصدمته سيارة كان لديه أسفل كان فقد الوعي وليه رسق مكسور كذلك كانت أمي فجأة مني مباشرة المستشفى مباشرة إلى المستشفى كانت عائلتي هو أهلي هناك كان فيصل أزال فاقد الوعي كان هناك بعض الدماء على جبهته وجروح كبير على خده خبرني الدكتور أن أخي سيكون بخير بطيف رعب ولكن شعرت بالرعب كانت أول كلماتي هي أتمنى لو كنت أخدته معي المتنزح I wish I hadn't been so selfish هنا أنا لاحظ hadn't been I'd taken هذه طريقة لقول التندم وهي الفاعل had ثم التصريف الثالث hadn't been هنا بالنفي لتعبير عن regret أو التندم So say first if only أنا كنت جداً أنانية if only هذا أيضاً تعبير عن التندم التندم if only I had listened لا هذا هنا التندم to you mom فيصل was unconscious كان فيصل فاقد الوعي for three days الثلاثة أيام we were all sick with worry for those three days كنا قلقينا ومرضى بسبب هذه الأيام الثلاث but in the end everything was okay ولكن في النهائي كل شيء أصبح بخير on the fourth day في اليوم الرابع he woke up and asked for ice cream نهضا من غيب وباتيه وطلب الأيس كريم sweets and lemonade والحلويات وعصير الليمون everyone laughed and the doctor said he could come home الجميع ضحكوا والدكتور قال أنه ممكن أن يعود إلى بيت ليلا came to see him a few days later at home جاءت ليلا بعد رضعة أيام مشاهدتي although his broken wrist was in a plaster رغم أنه رزقه المكسور بالبلaster قصد قصد he's still managed to pull hair hair رغم دالك ولأزالك هستطيع أن يجور شعرها